ردات فعل متباينة في الشارع المصري بعد خطاب الرئيس مرسي في مؤتمر نصرة سوريا الخطاب أسار الكثير من علامات الاستفهام سواء في توقيته أو مضمونه أو حتى في شكل إخراجه القوى الإسلامية رحبت بقرار قطع العلاقات مع نظام الأسد وهجوب مرسي على حزب الله فيما أكدت بعض الأحزاب السلفية أن القرارات جاءت متأخرة أما القوى المدنية المعارضة فاعتبرت أن خطاب مرسي تجاهد الاحتقان الذي تعيشه مصر حاليا وعكس تملقا للطيار السلفي وتقربا من الولايات المتحدة قبل أيام من تظاهرات الثلاثين من يونيو التي تدعو إلى إسقاط النظام محاولة أخيرة منهم للإبقاء على الدعم الأمريكي قبل 36 الرسالة مبارح كلها لم يكن لها أي علاقة بسوريا كان لها علاقة برسائل للشعب المصري تهديده وإرهابه على شام 36 لها علاقة ببقية الصف الإسلامي بأن يصطف معاه للمواجهة يوم 36 وليها علاقة بالدعم الخارجي الذي هو في الأساس مستند عليه وليس أي شيء آخر اتهامات الرئيس مرسي لفلول وبقايا النظام السابق بمحاولات جر البلاد إلى الفوضى وتحذيراته بأن الحسم سيكون الرد على هذه المحاولات كان محل انتقاد من قبل كثير من المتابعين الذين رأوا أن نبرة الخطاب تعكس خوفا من 30 من يونيو وأن أجواء الخطاب تعكس محاولة لاستعراض القوى الإسلامية منتقدين لهجة التكفير والتحذير التي تحدث بها بعض المشاركين في المؤتمر وإصرار الرئيس الدائم على مخاطبة الشارع بين أنصاره هو تكرار لكل مشاهد جماعة الإخوان والرئيس مرسي أنه يخطب فقط في وسط أهل وعشرته هذا تكرار للخطأ أنه بيوجه رسالة لبقية الشعب المصر أنهم لا قيمة لهم لا أهمية لهم بعض رموز القوى الإسلامية انتقدوا هجوما معارضة على الرئيس مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بسقوطه إلا عبر الانتخابات مصر الآن لها رئيس مدني يستطيع أن يحكمها ويستطيع أن يتعامل بالقانون مع كل من يخرج على القانون وخلف ظهير شعبي قوي يحميه ويدفع عنهم إذا أقد مؤتمر هنا أو هناك فهذا جزء من الظهير الشعبي خلف الرئيس المنتخب الذي يعبر عن إرادة الشعب وأخيرا فإن البعض يرى بأن خطاب الرئيس مرسي يعكس حالة الاحتقان التي تسيطر على الشارع المصري قبل أيام من تظاهرات الثلاثين من يونيو وفي ظل رهان من قبل البعض بأن تلك التظاهرات قد تكون بداية جديدة لفصل جديد من فصول المشهد السياسي المصري أحمد عثمان العربية القاهرة